تم الإعلان اليوم عن نتائج دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة على أن يتم الإعلان عنها بصفة رسمية غدا نسبة النجاح في هذه الدورة تجاوزت الـ 36% ملغت نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 36.73% لتكون بذلك نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة 44.88% وبلغ عدد النجاحين في دورة المراقبة 15.123 تلميذا فيما تم رفض 25.940 تلميذا وبذلك بلغ العدد الجملي للملتحقين برحاب الجامعة 57.714 تلميذا وقد سجلت أعلى نسبة النجاح في دورة التدارك في شعبتي الاقتصاد والتصرف بنسبة 50.8% وشعبة الريالة بنسبة 56.4% تليها شعبة العلوم التقنية بنسبة 46.73% فشعبة الرياضيات بنسبة 38.73% وشعبة العلوم التجريبية بنسبة 31.5% فعلوم الإعلامية بنسبة 29% فيما سجلت شعبة الأداب أعلى نسبة الرفض في هذه الدورة بأكثر من 76.2% ترجمة نانسي قنقر شكرا